سوف نحضره بالكريمة سائلة و بالبودرة الكريمة شونتي الطيقينة مع الوصفة سهلة و بسيطة بشكل مكونا خطير يجيب لنا لتخنش معلقين و حسن كثير من اللي نشريه على بره أول شيء سوف نبدأ به هي الجنواز يحتاج فيه خمسة حبات البيض رشاشة الملحة و كيس السكار بالنكة الفاني كان بداك نطلع البيض و نضيف كاس السكار خاشين أو سكار سنيدة بالنسبة للبيض قدرت خمسة البيضات لأن البيض كان الحجم صغير كثير سوف نحضر البيض فقط لأن هذه الوصفة اللي سوف نشارك معكم الجنواز غير البيض سوف نطلع البيض مزيان 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 و من بعد سوف نضيف واحد المعلقة كبيرة مملوئة جيدا كاكا والمور يكون نوعية جيدة إذا استعملتوا كاكا و حلو فنقصوا شوية سكار نقصوا واحد اربعة كاس أو أقل سوف يبدأ نخلط من الأسفل الأعلى فهذا المرحلة لا نخدمش بالخلاط اليدوي نخدم فقط بسباتيول بشكل ما نهبط هذا البيض و كان بدأ نضيف الدقيق على دفوعات سوف نحتاج في المجموع كأس واحد ديال الدقيق كان بدأ نضيفه على ثلاثة أو الأربعة ديال الدفوعات الدقيق يكون مغرب المنقبل و نعاود و نغرب له فاش نكون و كان نضيفه سوف يبدأ نخلط من الأسفل الأعلى طريقة بسيطة بزاف يعني غير كتخفقوا هذا البيض مزيان وتبعوا الطريقة و إن شاء الله الجنواز سوف يكون ناجح 100% هذه الطريقتين المعتمد سوف نضيف 4 معلق الحليب و 4 معلق الزيت و سوف نضيف نصف كيس الخميرة الحلويات ما يعادلها 4 جرام بالنسبة للبنات الذين يحضروا الجنواز يعملون بها الطريقة البنات الذين يجربونه يأخذوا ذلك الزيت و ذلك الحليب و يضيفون لهم واحد المعلقة كبيرة من هذا الخليط هذا الجنواز و يخلطوهم عادي يضيفهم على باقي المكونات الجنواز لكي يخلطوه لكم بكل سهولة سوف نفرغ الخليط لي في واحد الصينية الفران 37 سنتيم على 32 سنتيم ضروري كتفرشوا لها ورقتها و ندخل الجنواز يطيب 10 دقيق حتى الـ 15 دقيقة كحد أقصى على 180 درجة نار من الأعلى من الأسفل و الفران كان سخون من قبل صافي من بعد نحيد لي هذا الورقتين و نضيفه على 1 مينديل و نقسمه على جوج واحد الجهة بنت لي في الجنواز زرقيقه بالسفل و بالتالي كتقصح ف أخليتها كشيطة من بعد و أضعت قطعة فوق من قطعة و حيت ذلك الشيلي زيت نحضر الكريمة اللي سنحتاج فيها كسور باع ديال الحليب اللي يكون بارد يعني قريب يتجمد و نضيفه علبة ديال القلاس ماشي لاموس علبة ديال القلاس بالنكهة ديال الشوكولاتة و نخفقها مع ذاك الحليب سوف يجيب واحد القوام اللي يمعلك بحل يديرين الكريمة السائلة مع الشوكولاتغيش و نحن نرى ديرين غير علبة واحدة ديال القلاس كي يكون هذا هو الشكل ديالها سوف يتلقوها موجودة في جميع الأسباق 8 ديالات قريبا 14 درهم فقط سوف يحصل على واحد الكريمة اللي كتكون تقيلة و متماسكة ما شاء الله شوفوا الشكل دياله و تجيب حليل المعلكة تماما بحليل درنا الكريمة السائلة مع الشوكولاتة و نأخذ اول قطعة جنواز اللي دائما كان حتها مقلوبة و نحاول نسقيها انا هنا يسقيتها بالقهوة سريع الدوابان مع شوية ديال المالي كي يكون دافي انتو ما كتديروا سيروا القهوة الحليب اللي بغيتو من بعد كنحط طبقة ديال الكريمة اللي يدرتها في واحد الكيس بلاسيكي باش تسهل لي انا ينوزعها و من بعد كنقادلها الوجه دياله نصف الثاني ديال الجنواز حتى هو كنكون كنسقيه و كنضيف طبقة فوق من طبقة و كنضيف طبقة واحدة اخرى ديال الكريمة و الكريمة ما تستعملوهاش كاملة في الحشو خليوا منها كمية لتزين في الاخير و غدي نديرها في المجمد على الاقل نخليها واحد ساعتين عاد كنرجع لها باش نديرو فوق منها الطبقة الاخيرة اللي غدي تكون عبارة على طبقة ديال الشوكولاتة كنحاول نقادلها الوجه مزيان مزيان غدي نديرها في المجمد و نرجع نصيب الشوكولاتة تحتاجت ميز قرام ديال الشوكولاتة مع 4 كاس ديال الحليب كتستعملو اي نوع ديال الشوكولاتة كان متوفر مهم يكون نوعية جيدة باش يعطينا المادة قبلين 55 في المية ديال الكاكاو او 75 في المية ديال الكاكاو او لك تستعمل شوكولاتة بالحليب سافي كندوبها مع ذاك الحليب كنحاول انني نصفيها باش نحصل على واحد القاناج اللي كيكون يعني كيبري و ما تيكونش في حبيبات ديال الشوكولاتة و سافي كنضيف هاداك القاناج فوق من طبقة ديال الكاكب هاد شكل هادا كنحاول نسرحها و غدي نديرها دباف الموجه ميد و نخليها ليلة كاملة من الاحسن باش هكافاش نكون كنقطعها تكون كتتقطع بسهولة كنناخد واحد السيكين اللي كيكون ماضي مزيان من طبع الحال كنناخد القياسات انا اخديتهم بهذا الكريتنا هادي اللي غدي نحط فوق منها لاتخنش من بعد السيكين كنديرو في المسخون ضروري كنمسحوه من الماء و كنقطع به و كنعود هادا العملية كل مرة بغيت نقطع الكاك ديالي سافي و كنستمر يعني كيف ما كتلاحظو الموسرا كيبقى نقي كل مرة بيت نقطع به لاناني كنشللوه بالمسخون و كنمسحوه كتخليو شوية من هذيك الكريمة ديال الجلاس اللي درنا الداخل كتتزينو بها من الفوق انا بالنسبالي كانت عندي هاد شوية ديال الكريمة من وصفة واحدة اخرى فزينت به هادا لاتخنش هادو زينت ايضا بوريقات ديال ذهب و زينت بشوية ديال الحبيبات الشوكولاتة تنتمنى فعلا انا الوصفة دياليوم تنال اعجابكم و تنال استحسنكم صراحة جربوها لانا تستحق تجربة و الى لقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة